أنهى أمس وزير المناجم والجيولوجيا يوسف أبو صلاح عمال الورشة التقييمية الخاصة بمراجعة النصوص القانونية للمناجم بغرض إدخال تعديلات جديدة من أجل تحسين المجال الاقتصادي كان ذلك بفندق هيلتون مريم عبد الرحيم وارضي خلال أربعة أيام من مداولات أعمال الورشة التقييمية الخاصة بمراجعة النصوص القانونية لقطاع المناجم وإدخال التعديلات وفقا للنظم المعمول بها دوليا بغرض تحسين المجال الاقتصادي في البلاد حيث خرج المشاركون بتوصيات منها السماح للمستثمرين الأجانب والوطنيين التأقلم مع النصوص الجديدة والتخطيط الخاص للأنشطة التابعة لها وإصلاح الإطار النفقي وعرض المشاريع الجديدة القانونية للمناجم في تشاد وزير المناجم والجيولوجيا يوسف أب صلاح عبره والآخر عن رأيه إيزاء هذه الوصايا حيث قال إن سياسة المناجم في تشاد التي تم اعتمادها عام 2009 وذلك لتقييم مواردها الطبيعية وهذا ينصب في رؤية المناجم الإفريقية كما أكد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المقدمة ورفعها إلى الجهات المعنية لمراعاة ذلك للتنويه فإن مثل هذه الورش تدخل في إطار تقوية كفاءات العاملين في قطاع المناجم وكذا دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ترجمة نانسي قنقر